بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حبيبتي مرحبا بكم في فيديو جديد معايا فيديو ناشط ناشط أخواتي كما قلت لكم هاد اليامات غير الناشاط مع مفيدة نحاولو نوجدو ونقل عثوان حالينا قبل الشهر الكريم إن شاء الله ينقص علينا التعب الجري الشري يعني ما نبقوش غي نشروه ما نبقوش غي بره ونتفرغو إن شاء الله يا ربي للشهر الكريم الشهر الزين الشهر اللي نتمنى إن شاء الله كل شهور السنة تكون كما شهر رمضان الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والستر وغير فاقدين ولا لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله بيحاول الله تعالى ويتقبل منا الدعاء والصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله أخواتي الكريمات شكرا شكرا على تعليقاتكم على تشجيعاتكم اللي خليتوها لي في آخر فيديوهات ونتمنى إن شاء الله ما تبخلوني شاهد الفيديو من لايكاتكم وتشجيعاتكم باش نستمر معاكم إن شاء الله المهم أخواتي تقريبا هادو آخر تحضيرات اللي درت وما مو هادشي وبقي ليشي نديره اليوم إن شاء الله نصورها معاكم يعني آخر روتوشات قبل إن شاء الله ما يبدأ الشهر الكريم بيحاول الله تعالى اليوم قلت إن شاء الله نوجد حاجة حلوة حاجة مع السلاها كان الشهر الكريم إن شاء الله غادي ندير المقايرة وغادي نوجد لي بابا باش نرافق بيهم مرقة حلوة ها كان دير طاجين حلو بالبابا ما شاء الله عليه وغادي نعطيكم وصفات ناجحة مليون فيلمية بالنسبة لمقايرة اليوم نشارك معاكم مقايرة بيراميد والتيع المثلاثات بزاف أخوات ما يعرفوش يشكلوه ويجيهم صعيب ويستغربو في الشكل التاعه وكي اللي يروحوا يشيرو هذك المول تاع البيراميد وكل شي متحتاجوش أخواتي نهائيا لمول غادي شركها معاكم طريقة أسهل ميناء السهلة وطبعا بوصفات ناجحة مليون فيلمية عندي هنا أخواتي سميد عبرت ثلاث كيلة تاع السميد متوسط زيت معاهم كيلة تاع الفارينة زيت معاهم الملح والفاني وبسستهم بكيلة ميناء الدهان مخلط يعني فيه السمن فيه الدهان وفيه الزيت يعني الزبدة السمن والزيت هذيك الكيلة اللي بسست بها هذ السميد التاعي والفارينة والملح طبعا نديروه الملح يبقى حسب الضوء بالنسبة أخواتي للعجين ليمتها بالماء فقط قدوا تليموها بالماء والحليب لكن الحليب ما نصحكمش بأخوات لأنها غادي تنقلة وغادي هذك الأخور الحمارة لكم فوق اللازم بلا ما يطعب فحاولوا أنكم نديروه غيب الماء أخواتي ويجيكم ما شاء الله عليه روعة يعني بالنسبة للعجين أيضا تقدوا تضيفوا فيه الزعفران باش يجيكم مقيرة تاعكم صفر احنا نديروه فيه الزعفران من بكري أخواتي واني بشاركة معكم وصفة قديمة المقيرة التقليدي يكون بالزعفران هذه الفصفة ما درتش فيها لأنه بغيته يجيبين التمر فيه بالنسبة للتمر أخواتي دالي كيلو تاع التمر يعني كيلو تاع الغرس اللي كنت عجنته بالزبدة والزيت وشوية فقط على المدافي عجنته غايت لغاية ونكهته درت له الججلان ودرت له القرفة وعجنته جيدا جيدا حتى تحصلت على لحد العجين طري ضروري جدا أنه يكون العجين تاعكم طري وان بعد حكمتها كشكلتها على شكل كوريات تكون تقريبا بنصف الحجم تاع كوريات العجين هنا حكمت العجين حليتها فوق البابي يعني فوق البلاستيك وحكمت قلتكم فوق البابي فوق البلاستيك فهمي روحك يا مفيدة المهم فوق برق بلاستيكي هذا واللي كنت قصداته وان بعدها حطيت العجين تاع التمر التاعي اللي كنت حليتها أيضا فوق البلاستيك حطيتها كذلك فوقها بهذه الطريقة حاولوا أنكم تثبتوه جيدا يعني هكا تعجنوها توسوه بيدكم باش يلتصق التمر على العجين وبعد تشكلوه رولي بهذه الطريقة يعني هذي الطريقة اللي ندرو بها المقايرة ولا المقروض رولي يعني هذي الطريقة شاركتها معكم هذا الشعال شاركت معكم المقايرة التقليدي اللي يجي بحجم الصغير ويجي بزعفران ويجي ما شاء الله عليه يجي هاي الأخوات وبزاف ناس جربوه وعجبهم ما شاء الله المهم أخواتي كنت شاركت معكم كذلك المقروض الرولي اليوم إن شاء الله هنشارك معكم البيراميد الهارم ولا المثلاثات طريقة تشكيل سهلة أخواتي لا تحطوه في المجمد ولا تحطوه في القالب بتاع البيراميد ولا تروحي تشري قالب فوق 70 ألف بيدك فقط وهذه تشكلي هذي المثلاثات ويجيك أكتر أكتر من رائع هنا أخواتي هاولا الطريقة التاعي نبلع الحواف ونحربش هذي الحربوش الرولي هبية مع أني نزير هكا باش ما يتفتح ليش وهنشكله ونخلي هكا ونعود نبدأ بالحربوش اللو والهو اللي نبدأ نختم به ضروري تخلوه يضربها لهوا باش من بعدها في التقطاع يجيكم سهل ما يبقاش طري معاكم أنتم تقطعوه وهو يتعوج لكم خلوه أخواتي في الهواية الضربة باش يتماسك ونبعدها حلوه كما كم تشوفوا معايا بالحجم اللي بغيتوه بغيتوهم أخواتي حجم كبير خلو البودة بتاعكم كبير بغيتوهم حجم صغير بدأوا ترولوا في البودة بتاعكم حتى تتحصلوا على الحجم المناسب يعني أنتم على حسبكم من بعدها نجيبو حتى السكين أنا عندي هده السكين تعمون شار رقيق أخواتي هده السكين رقيق ومنشار في نفس الوقت يعني ضروري يكون وحد السكين اللي قاطع ورقيق وبدأوا تقطعوا فيهم هاكا كما كم تشوفوا شوفوا الشكل بتاعهم بزاف شباب تبغوا تخلوهم تومة كما كم هاك خلوهم هاكا يعني سابق لي وشاركت معاكم هذا الشكل كما هاكا اللي يجي رولي عادي باش تشكلوهم بيراميد طريقة سهلة أخواتي غير بزوج صباح بتاعكم وشكلوهم بهذا الطريقة لكم تشوفوا فيها ضغطوا على الجواني بتاع الحبة ورفدوها للفوق بهذا الطريقة راي تشكل عندكم على شكل هرم أو شكل مثلث ما شاء الله عليه يعني يجيوكم الله يبارك هاولا أخواتي نعود الشكل معاكم أحد الحبيبة أو أحد أخرى يعني أنت على حسكم بغيتوا تخلوها هاكا مدور بغيتوا تشكلوه مثلث الأخواتي يبغوا الشكل مثلث اليوم بدلت لكم الشكل هاكا باش الأخواتي يعرفوا الطريقة يعني بزاف يقولك ضروري نشري هذك المول بتاع البيراميد ولا روح نشكلها بالسكين ولا بالكوبات ومبعد ندخلها المجمد ومبعدة كين بدن قطع فيه عواج لا أخواتي قطعوه عادي دوائر هاكا رولي عادي جدا بالطريقة العادية بغيتوا تخلوه هاكا خلوه بغيتوا تزوقوه بطريقة تقطع أخواتي كونت سبق لي وقلتها لكم من قبل أنكم تقطعوا تعلموا بصبعكم يعني تديروا بصبعكم هاكا وتقطعوا باش يجيوكم الحبيبات قاع كيف كيف ومبعدة رفضوهم بالطريقة هذي بالأصابع باش تشكلوهم يعني شوفوا أخواتي كيف جدت مرباين فيهم والطريقة تعتشكل المثلثات سهلة جدا فقط بالأصابع بدأوا تديروا لهم هاكا وغضوهم من الجوانب وانتوا ما ترفضوا للفوب وهاكا ريتشكل عندكم مثلث بكل سهولة المهم أخوات أنا غادي نكمل قاع الكمية اللي باقية لي إن شاء الله ونكون وجدت الأدوات اللي غادي نقلي فيهم وجدت المقلة التاعي اللي عمرتها بالزيت وجدت الكسكاس اللي غادي نقطع فيه وجدت الطنجرة اللي يعني حاطة فيها العسل يعني هاد الأمور كلهم نوجدهم ونحطهم بجيه ونوجد يعني المقيرة التاعي للقليان يعني نوجدها به نقليه إن شاء الله قبل ما تقولوه أخواتي ضروري وضروري جدا أنكم تخلوه يرتاح يعني يضربه لهوا باش يبقى بحافظ على الشكل التاعي هذا المثلثة وشوفوا كيف هجوا هنا رغم تماسك أخواتي يشد روحة هاكا هكي تحطوه في المقلة ما يتبز لكم ما يتعوج لكم ما يتبدل الشكل التاعي يعني وهكا على البالي غادي قاعدت نجحوا فيه وغادي تديروا مقيرات مثلث بكل سهولة وكي ما قلت لكم الحجم يبقى على حسابكم بغيتوهم متلتات كبار صغار يعني توموا على حسابكم في هاد المرحلة كيلي يبغي يدهنهم من فوق بيض البيض ويفوتهم في الججلان بيق ليهم باش يجي هاداك الشكل أنا مفضل أنني خليهم نعسلهم ومن بعدا هالي نبغي نبرزونتيهم ومن هالي نبغي نحطه في الصحان وهم هاكم عسلين نحط عليهم هاكا الججلان على الحواف تاع المثلث المهمتو ما على حسبكم كل واحد وطريقة اللي تساعدها بغيتو تديروهم بالججلان من الأول الدهن وبيض البيض في الحواف وفوتهم في الججلان ومبعدقلوهم كذلك يجوكم ملح هنا أخواتي استخدمت فقط الكاسغول اللي حطت فيها الزيت باش ما يديليش كمية كبيرة من الزيت وفي نفس الوقت نتحصل على الزيت عميقة وغازيرة كنت ضبت الزيت التاعي وخليتها سخنت تستيت فقط كنت جربت بواحد القطعة الصغيرة من العجين أرميتها في الزيت كي شفتها ما شاء الله طلعت عرفت أن الزيت التاعي هذا كورا سخون خلوا الزيت تاعكم من درجة حرارة متوسطة متزيد ولا حش بزاف للنار يعني ما تقووش النار باش المقرود تاعكم ما يتحرق لكمش من الفوق ويبقى لكم الداخل مع الجن خصوصا إذا خشنتوا الحبات ولا كبرتوهم ضروري أنكم تخلوهم متوسط فقط وقلوا الحبيبات التاعكم هكا حتى يكتسبوا اللون الذهبي المهم أخوتي جيب بزاف بزاف شباب شكلا ومذاقا وكذلك مضافة يعني كوا عارفين حاشت الدار مش كيمة حاشت برا وعلى الأقل نقص علينا بعض الأمور اللي نبقاو نشرو فيهم ولا نشهاوهم خلال شهر رمضان إن شاء الله هنا أخوتي بعد اللي قليتها هني موجودة طنجرة من الغادي فيها العسل من قطرها من الزيت مباشرة إلى العسل العسل هنا خفوه أخوتي بشوية تاع المظهر إذا بغيتو خفوه فقط غي واحد شوية بالمظهر ومهم ونسقطوا فيه ونزلوا فيه هداك المقيرات التاعكم في نفس الوقت وجدوا الباسواغ اللي غادي تنزلوا فيه بالنسبة الوقت اللي تخلوا فيه العسل يعني الوقت بزاف أخوتي ربما يتسألوا يقولك شعر نخليه في العسل بنيات المبتدئات يعني تخلوا الوقت اللي تنقل لكم القلية الزاوجة مثلا أنا ذوك حطيتها في العسل أو في العسل كي تتقل لي هاد القلية اللي راني دايرة فيها والطيب سايكين نشوفها سايقري بالطيب باشية تاني نقلحها ونحطها في العسل خلاص نقلع الفوج الأول من العسل وهكذا يعني هذه هي المدة اللي يبقى فيها المقيرات التاعكم في العسل المهم الوصفة الثانية اللي شاركها معكم هي لبابا بالنسبة لبابا أخواتي قد نعطيكم طريقة ساهلة بزاف تنجحوا فيها قاع إن شاء الله بدون تعقيدات عندي نص كاس تاع الحليب دافي عبروا بالكاس تاع أم والد نص كاس تاع الحليب دافي درت له زوج مغارف تاع خمارة الخبز بغيتوا ديروا مغرف ونص إذا كانت سخانة عندكم إذا كان الجو بارد كما أنا درت زوج مغارف إضافة إلى زوج مغارف تاع السكر غادي نخلطهم ونضيف لهم البيض بالنسبة للبيض غادي نحتاج زوج حبات تاع البيض وفقط غادي نخلط كل شي مع بعض إضافة إلى نص كاس تاع الزيت نعبره دائما لبس الكاس اللي بدنا به في الأول غادي نجيب الفوي التاعي ونخلط هاد المكونات ما تحتاجش تخلط بزاف عفو نسيت عندكم الفاني وغادي نجيب الفوي ونخلط بالنسبة أخواتي اللي تخلطها كام إذا عندكم العجانة خدموا بالعجانة إذا عندكم ش العجانة خدموا بالباتر بدأوا بالباتر من اللي تبدو حتى اللي تكملوا عادي جدا هنا أخواتي غادي نخدم فقط شوية بالفوي يعني ندخل المكونات مع بعضها وغادي نبلاسيه في البيتران ونضيف لها المكونات الأخرى اللي هي الفارينة وخاميرات الحلوية بالنسبة للفارينة أخواتي تدي لكم من كاس ونصف تعل الفارينة إلى زوج كيسان على حسب الفارينة تتعكم تشرب ولا ما تشربش لكن ضروري أننا نتحصلوا على لوحة العجين اللي يكون مطلوق ما يكونش جامد وما يكونش سائل كيما تعلب غير لكن يكون مطلوق هنا أخواتي درت لها كاس تعل الفارينة ضفت لها نصف كيس يعني نصف كيس من خميرة الحلوية نصف كيس من خميرة الحلوية درت كاس ونصف تعل الفارينة وغادي نديرها إن شاء الله يتعجن نتوما كيما قلت لكم أخواتي كيتحطوا الفارينة حطوا الملح ما تحطوش من قبل كيس مع السكر والخميرة حتى كيتحطوا الفارينة باش تحطوا الملح ونحطه يتعجن بهذا الطريقة باكوا تشوفوا القوام تعال العجين كيفاش لازم يكون نتوما إذا ما عندكمش العجانة أخواتي وعجنتوا في الأول بالباتر ديروا عادي أخواتي الكاس الأول خدموا بالباتر يزيدوا الكاس الزوج قلعوا الباتر خدموا فقط بالفوية تاعة حاولوا تدخلوا نصف كاس هذا كل الكاس الزوج هذا هو القوام المناسب اللي لازم تكون فيه العجينة يعني ما تكونش سائلة سائلة وما تكونش شدة روحات تكون مرخوفة بهذا الطريقة تقريبا نفس قوام الكيك نغلق عليه ونخليها تختمر ضروري أننا نخلوها ترتاح وتختمر ونبعدها نزلوها ونحطوها في كيس حلواني في لابوشا دوي باش نفرغوها في الليمون الليمون اللي تستخدموا منتوما لحسبكم أخواتي بغيتو كيما تعال الكعيكات ولا بغيتو ليجو سبيسيال تعالبابا ولا كيما أنا ندير في هذو تعالمادلين صراحة يعجبني الشكل التاهم لما نحطوه معكا في المرقة حلوة مقلوبين ونزوقه معكا بالكرام شانتية والفرز يجو بزاف شابين غادي نرفق هاكم بصورة هنا يا كيفاش يجو جو ما شاء الله عليهم في المرقة حلوة هنا كنت دهنت هذو كليمون التاعي بالزبدة ودرت لهم الفارينة وبديت هكا نحط في العجين التاعي العجين أخواتي ديروا ما توصلوش للفوق ديروا فقط خلوا واحد الربع ولا أقل منها عفوا ولا أكتر منها الربع لأعلى باش ما يفيضلكمش هكا بالنسبة لكمية اللي يعطيها لكم يعطيكم عشرة إلى 11 مول حسب المول بتاعكم أنا هذو عندي كبار أخواتي نتوم إذا عندكم صغر هذي يعطوكم اكتر إذا عندكم أكبر من هكا غذي يعطوكم أقل نخليهم يختامروا يضعف الحجم التاحهم وندخلهم الفرن نشعل عليهم من الأسفل فقط فرن يكون ساخن من قبل على درجة 200 نشعل عليهم بعدها نطفي الفرن قيع من فوق ومن تحت ونشعل عليه فقط من الأسفل وندخل البابة التاعي حتى تكتسب لون محمر نشعل عليها من الفوق حتى ضروري جدا تتحمر عندكم البابة باش يجي الشكل التاح ها شباب كيتبريزنتوها فوق الطاجين اللي حلو بالنسبة لمقيرة أخواتي بعد اللي طاب عندي وكتر ما شاء الله من هذك العسل غادي نجيبه ونحطه في علبة كما شفتو ونبدأ نستفيه بها الطريقة بين طبقة وطبقة ونحط بلاستيك باش هكامل تسقوليش الحبيبات على بعضهم وندس به إن شاء الله بنسبة لبابة هم الأخواتي تحمروا عندي جو شبي الله يبارك غادي ندسهم كيما هكتم إذا بغيتوا تاكلوهم في نهارهم وجدوهم واحد السيرو عبارة عن كاس وكرزوش كيسان تاع الما وطرنشات تاع الليمون وعاصر الليمون إذا بغيتهم شوية حامضين ومن بعدها تسقطوا فيهم وهو هلك سيروا يغلي تنزلوا فيه الحبيبات تاعكم تاع البابة حتى يشربوا جيدا 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 وتوجدوا لهم واحد الكرام شانتيه هكا ولا بغيتوها موسلين ولا كيما بغيتو أنتم الكريم تاعكم وحشوا بها ولا زوقوا بها هاد البابة تاعكم إضافة إلى شوية تاع الفواكه أنا هنا غدي نديرهم في المجمد غدي نحتاجهم إن شاء الله باش نديرهم في الحلو فما غديش نعسلهم غدي إن شاء الله ندسهم كيما راهم شوفوا لي أخواتي الشكل التاحهم اللون ضروري اللون يكون كيما هك يعني يكونوا محمرين هذو هما أخوتي الأشياء اللي وجدت معكم اليوم ولا الأمورات اللي وجدت معكم اليوم شيء للحلو يعني وجدنا المالح وجدنا الله يبارك خيرة ربي انتظروني أخوتي الفيديو القادمة غدي شارك معكم العشو بتاع الحريرة لي ما يعرفوا مش أخوات اللي بغيتوا توجدوهم غدي نوجد معكم بعض الأمور هكا روتوشات الأخيرة كما نقولوا إن شاء الله هنا يا أخوتي بغيتوا تحطوهم في المجمد كما كم تشوفوا لمقيرة راهواجد الأخر تانية غدي نديرها في علبة ونحطها في المجمد يبقى معكم مدة طويلة الله يبارك وبصحتكم وبالصحة ولا هنا عليكم إن شاء الله مين الآن تكلون بالصحة ما تنسونيش أخوات من لايكاتكم ما تنسونيش من تعليقاتكم دعاوي الخير بتاعكم سيخطو دعاوي الخير تحياتي لكم أحبكم في الله والسلام عليكم